هي طبعاً العصر السوشيال ميديا ويمكن عشان أنا أم لبنات صغيرين فبشوف التغيير معنى أو مفهوم السعادة عندهم لحاجة ماتيريال جداً وكمان مش بس ماتيريال كمان مبنية على رأي الآخرين ولايك الآخرين وإنجاجمنت الآخرين ودي حاجة أنا شايفها خطر خطر على جيل بالكامل على العالم كله صراح التحديات أنا شخصياً كهند عندها فولوورز على إنستجرام بحاول وقررت من زمان أني مستعملش فلاتر ولا شكلاً ولا موضوعاً ودخلت في إخناقات كبيرة على السوشيال ميديا بسبب الموضوع ده أنه دايماً أنا فاكرة لما طلعت أول مرة من غير ميكب مثلاً ما كانش لسا فيه أو ما كانش فيه كتير بيطلعوا من غير ميكب ففاكرة أنه مثلاً إيه واحدة ردت أو واحد مش فاكرة لايماسيون بالخير بأيوا ده صابري هندفين وده مخفيف بس في الآخر يعني مش لذيذة اشتركوا في القناة